طيب عشان تخرج أحسن ما فيها محتاجين إيه؟ عشان لو قدامك تخرج أحسن ما فيه ادي له فرصة دايماً وانت بتتعامل مع الناس ادي لهم فرصة ما تكبس عليهم ما تحسسهمش انهم متهمين الزوجة لما بيحس انهم متهم بيفضل يفلفص ويدفع عن نفسه وممكن يستخدم العنف مش بنبرر العنف بس احنا بنقول للنتيجة الزوجة لما تحس ان زوجة مش فهمها ومش بيتعرف عليها بتعمل حاجات مش تحت السيطرة طيب والحل هو ايه؟ ادوا للناس فرصة تعبر عن نفسها تعرف نفسها ادوا فرصة للناس ان هي لما تتكلم تطلع اللي جواه تقول الحقيقة تقول الحقيقة وهي مش مكسوفة ان هي تقول ادوا فرصة للناس تكمل الكلام ده حاجة مهمة جداً في الحياة الحاجة التانية انتوا بتسمعوا كلام الناس ما يبقاش همكم ان انتوا تبينوا قد ايه هم مقصرين لكن شوف في الجمال ده مفتح لجمال فيه لما زوجها تقول لي زوجها والله انا شايفة ان انت لو كنت قلت العبارة الفلانية بالطريقة الفلانية كان ده يتسعدني وما كانش عايزة عني ما يقول لهاش انت بتعدل علي لكن يقول لها ايه؟ شكراً انا النقطة دي ما خدتش بالي منها وممكن تكون دي النقطة العامية عندي الله يبرك لي فيك انت اصبحت بصرتي على نفسي احنا لازم نعمل كده يبقى الكلام اللي بيقوله لنا الناس لازم ناخده مش هقولك بصدر رحب لازم ناخده على انه مراية فاكرين حديث رسول الله المسلم ومرأة واخيه تعالوا نتعود ان احنا نشوف نفسنا ازاي نبقى احسن بكلام لأحبابنا وخاصة احبابنا يعني مش هقولك في كل الناس حتى اعدائك لنخلينا في احبابك حبيبك لما يقولك كلمة هو بيغير عليك عايزك تبقى احسن فاسمع الكلام ده بعناية الحاجة الاخيرة خلي الجوهر اللي جواك يطلع وما تستناش من حد حاجة واحسن جوهر يطلع منك هو الطيابة خليك طيب وما تخافش ان انت تبقى طيب وعشان كده حاول طول الوقت تكون صادق وتكون خدوم وتكون كمان حنيا عن الناس اذا كنت كده هرق حكم على حضرة النبي على البعد وكمان ابو سفيان ما قدرش يخب حقيقة سيدنا النبي حنيين سهل كده ولين بين يا زين بين حسن رسول الله ما قدرش يخب حسن رسول الله ليه عشان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم صادق حضرة النبي خدوم حضرة النبي حنيين الحاجات دي كلها لازم تكون فيك اذا كنت عايز الناس ترعيك وتحافظ عليك وتسندك يا رب اجعلنا دايما من اللي سيرتهم تبقى سبقاهم وتبقى سيرتهم دايما مليانة بالجمال والحنية والخدمة واعان يا رب على ان احنا نكون قادرين نملك نفسنا وما نحكمش على الناس ونقدر في كل وقت نشوف نفسنا بعين الجمال في عيون احبابنا اللي حوالينا واجعل دا يا رب رباط بنا وبين احبابنا يدوم على الدوام يا رب كريمنا واجعل بصيرتنا دايما متنورة بنور حضرة النبي ترجمة نانسي قنقر